موسيقى 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 الموسيقى موسيقى موسيقى الى كسانو المرضي طلع عطوليني وحتى اللقاء كسانو المرضي ركلة ركنية ركلة ركنية على الاهل الامراض هذه المحاولة وادي الكورة وادي الضغط الجماعي وادي الراكلة الروكنية محاولة تنعة طلع عرضية هذه الضغط هنا بالنسبة للميلا محاولة عطول سيدوف سيدوف يا والد العين صالح الميلا ميلا عطل الشعبية كبيرة الميلا عطل الشعبية كبيرة وعنده حضور جميلة الكساندرباط يلعب القرى بتاعته المعروف فيها بداخل الابطال بيعملها كيرة او الكساندرباط الكساندرباط مهارة ولكن رشاقة الامراطية محاولة عرضية خطيرة وسهلا المرضى على طريح هذه الآليري حيبتدي يحضر لعيبة جودوف التلقى تنهي الاهل الخطيرة جدنا محاولة وحاولة محاولة في روما الميلا والخطر سيدوف العمال برة اخده فرستايم وابا والد والد جميلة 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 كورة حلوة 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 شوف التسليم من ميل وشوف الخبر من اللي عمده واخده فرستايم حلوة اوي ثم الضغط الجماعي والضغط المثالي الميلا وأخدر كورة في المباراة على يصار حارس المرمى والله لو في المرمى صعب علي تلقية تياج السيلفة سيلفة هبا قتوزه خطيرة جدنا قتوزه قتوزه وصيدار وحاكم اللي قائل تستمت اشحك يدخل الميلة وقالك الميلة جميلة يا ولد يا ولد عليك ايس مميز سيف النادي الاهلي طلع على راقة الاخنية بس جوف التصويبه وبس جوف التقلق من حارس العربي الامراطي سيف محمد يطير عليها وصل اقدام ايطالية من الانستية عارضها خطيرة اطبع محاولة ولكن الكورة الى فصل خليل تعدي الكورة هي ممكن عدي عدي امشي امشي سابت سابت لكن يضغط تاني مدافعة ما سيموتو خبرة شوف اطع فرق الامارات والفرق العربية اللي بتابع اللقاء اه كسانه خطير جدا كسانه كسانه يسلم كسانه وده الخطورة ولكن يا ولد لعيب يا بينجا يضغط بينجا هذه الخطورة لازم يخلي باله النادي الاهلي ان ده خطير ميلة متقدم واللعيب اللي يجي معه الكورة طبعا بتفري مع الكتير دي عن طريق يسته يلعب كورة عرضية عكسية طويلة جدا عن طريق اللعب انطوليني لانسا هدو خط جميلة الباك الشمال هو اللي يعمل الشغل العرضي ولكن يستخلص كنفارو من طبعا ويقلب الطاولة على الميلا كل شيء بتوقع انما كسانه هو للف الكورة وباكد خطير على كسان الباكد ولكن مرادة هنا كنفارو معلم على معلم كنفارو يستخلص اللي تصاب في القصر اليوم كنتاعته روح الى سيدون في يمسك بتاختع لكم ثاني قط وبهارة قط وخطيرة خطيرة قصت يا سطان يا قطف لا الحمد لله الى ركية مرة الحمد لله الى ركية المرة مهمة جدا للنادي الاهلي يا علي الكريمي مرة تاني انطولين كسانه كسانه عرضية مفيش تعامل فات الكسانه مفيش تعامل انطولين كسانه صالح الاهلي حتى يجي للاهلي خطى برد 18 وحشي قوي يا راجل ايه ده ايه ده ايه ده خطيرة جد خطيرة جده من طالب خطورة يعد البناء سيدون طالب سيدون يحطونه في التوقيت فنفاله خطيرة جده لده في الاولان يجي الهدى في الاول بول 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 يسجلوا سيدون في الخطأ كبير صعب جد تعمل عرضية يا راجل صعب جد تعمل عرضية حتى يعمل كرة عرضية دي مش ممكن مش ممكن خطأ كبير جدا وكلان سيدورف يعني يتقبل اللعب الكساندر باتل انما شوف في الري بلاي وشوف في الاعادة الزائل هنا باتل قبل كرة وهذا خطأ كبير خطأ كبير جدا 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 في تنفيذ الكرة ولما تغلط قتاب الميلان تخسر كثير اذا سيدورف مع ربط جماعي جميل مع الكساندر باتل وحاول عليها حارس ضرمة ولكن الميلان يتقدم عن طريق اللعب كورنس سيدورف يعد فيها عن اول اهداف المباراة في هذا اللقاء كأس التحدي الحوار الايطالي الاماراتي يتقدم من خلاله نادي الميلان عن طريق اللعب سيدورف هدف طبعا صراعة اللعب الكساندر باتل خطأ كبير من مصف ملعب من تنفيذ خطأ الاهل كان فيه إذن اللقاء الدروس ضغط الميلان النهاردة دارس علي كريمي علي يسعر دي تاني يطعوها خطيرة فصل خليل لوحده ولكن يابس وفصل خليل يحاول انطلاق اهلوية فصل ولكن يضغط تاني يا سلام لو لاهل يسجل مرة تانية على طول اللعب تياكو السيلفا إلى سيدورف الخطير سيدورف يأخذ علي كريم التهار ويسلم خطيرة باتل باتل بينجا عادة بينجا يلا يا بينجا ممكن الهدف أهلو خليل امرأت ووما فصل فصل خليل رقلك زاد كالصعب ولكن على طول هنا تروح مش ممكن مشك يا روما أوهلو عادة من روما شوفوا كرة لمسات إنما على طول روما يلاقي رجلو مع فصل خليل وايد روما مع فصل إذن روما ودبي الوضع فيها انتهى برمي التماس إذن الوضع فيها انتهى برمي التماس رمي التماس عن طريق جبل يسرى تروح على طول هنا إلى رقلة المرمى الصالح اللي عفل في روما ينضم الأندياء عريقة وكبيرة شفنا من سلالة دوابت البصة وتزديد القوانة والصيدور ولكن إلى رقلة رقمي كبير وكبير كتنة طبعاً الصيدور وهنا الجبل هنا عطول تاني إلى ممارات العربية المتحدة حكم اللقاء السيد فادم كسار لعب عبدالله عالي بحاولة تاني بينجا تزديد ولكن ساعد تابتلات كتيرة جداً للميلان في الأفطايم الثاني أريكساندر ميركل بحاولة نزول راندينو خطيرة جداً ولكن يطلع عند دلاج يطلع نادي الأهلي ضغط متواصل للميلان ضغط متواصل على غرار الشوط الأولاني للميلان يضغط تاني على طول أريكساندر ميركل يحاول لكن يطلع دانيالي مونيرا في صفوف فريق تادي الميلان ضغط تاني على طول عادة عادة نحليمين للميلان خطيرة جداً زلتان عادت عادت من كل وفي عرقالة وخطأ وراكلة حرم من أجل يعني أدع أفضل في شوط تاني ضغط تاني للميلان محاول أمبروسيني خطيرة جداً هدف التاني للميلان صعبة كده الأمور صعبة كده الأمور شوف روبينو وشوف الربلين يشوف الكمال في الهنا في الانتقاء وشوف هنا المتعباء بتاع كنادي الميلان وعشاقه أجمل ما في المباراة إن هذا الحضور الكاميري الكبير ما خضرش من فترات طويلة يجي من كاس العام للشباب هنا رأسية مبودة وهنا حالس المرمى وهنا أليكساندر ميركل اللي كلمت فيه مع حضراتكم مع عبدية السود التاني إنه نازل وعاوز يعمل حاجة روبينو يلعب له كرة عرضية نموزاجية ووسط تمركز دفاعي خاطئ وخضر جداً من لعبة النادي الأهلي إنما العرضية من نجم البرازيلي والرأسية جميلة من أليكساندر ميركل يسجل هدف تاني للميلان في مرمى النادي الأهلي في مرمى النادي الأهلي بعد ما كنا بنأمل ونتمنى حد الأهلي حاول ساكمه الميلان بكل أجواءه على طول تاني من خطيرة جداً في مزكة في عرقلة في انزار وفي خطأ عن المزعج جداً جداً وفي خطأ هنا لصالح النادي الأهلي يعتاردون يعتاردون المعبورة ودون طبعاً يعني حضور جمهير جميل هي واقراضين على قرار حكم لقاء الكسر بينما إلا خطأ في الأول طبعاً على نادي أميلا إيه بروبيتش كنا نعترض عليه محاولة لأهلي محاولة تصويم تصويمه حلوة جميلة أيوة كده يا راجل واضي هنا على طول حالس المرمى لأميلاك أميلاك إن شاء الله مالوش رائبة مالوش رائبة مالوش رائبة شوف التاسديدة شوف القوة المدينة عامل زي الوحش في المرمى زلتان إبروبيتش الحصان الميلاني انتلاكاً روبينو خطيرة للميلان كونتراتاك الملعب تفتح هو عدفتح قدام الميلان هو عدفتح قدام الميلان يضغط الميلان خطيرة لف الوسط مع دوران مع مينكي مع ضغط لسه فيها خطورة يدور على إبروبيتش المرات يلعب مع روبينيو على البرازيل المتسلل يدعم هذا النادي بشكل كبير ويعمل وتمنى أنه يذهب بعيداً يا دوران سلامات روبينو صوت طوية جداً خبط هنا ألف سلامة شوف الجهاز الطب يجري عليه بسرعة ما خادش باله يجري عليه بسرعة دوربينيو الركبة إصابة الركبة سلام يمكن خبطة قد قوية جداً خبط بقوة هنا خارج الملعب وخبط في الكاميرا متحركة هنا بتاعت التغطية لهذا محاولات دلوقتي بالنسبة لفريق النادي الآلي عندما يرى الضغط بتاعتمد على بعض اعتمد على بعض غلط محاولة هي ملت حسن علي إبراهيم شاهد تصويبه عالمي 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 حسن أبو علي عيني علي يا ولد يا ولد تاريخي 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 إذن اللقاء يأهل والتصويبه جميلة والبط عمضرة والهدف الألاوي مبوط بصي شوفي التزديد هذه المحاولة وهذه الضغط تاني ولكن هنا حسن علي إبراهيم وتزديدها جميلة 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 إذن اللقاء يأهل والمباراة يأهل والفريق يتمنى يحرز هذا ويسجل حسن علي إبراهيم ونجم النادي الآلي والله كويس طبعا نتيجة محترمة جات نتيجة محترمة زلتاني إبراموبيتش حيبتده إلاه ودلوقتي لو الأهل يسجل هدف تاني ويتعادل ماتش يحلى جات إنما حاكم اللقاء على طول انتخاطه على زلتاني إبراموبيتش تون الرياضية السودانية رسائل أعدة تأتي بالشكر للسيد راشد أميري على ودنه على ودنه تصل الكرة الثانية على طول أممية لما التعاون موجود والحرص موجود على متابعة على يعني أحد استراتيلاعب حسن علي إبراهيم في مرمى الفريق الإيطالي عرضية عن طريق لعب بيان وفيش حد مخلصه أفضل الحراس الموجودين مع فريق الإيسي ميلاد يضغط مرة تانية على طول تاني ميركل هتوخد سريعة ودو ماضي يحاول يعدي يدور على الماضي بتاعه الجميل ثم راكلة روكنية على فريق النادي الآلي إبرا شوف يستلم إزاي حتى يكون على وجه القدم يروح لجوه شوية مهارة عالية جدا من نجم الكبير جدا من إبراهيم إبراهيموبيتش تحضير أمبروسيلي وراكلة روكنية كأس من الكؤوس الثمينة هو اللقاء على الدفاع الإهلاوي أمبروسيني يقطع بقى يا سلام لو يقطع الإهلاوي ويعمل هجمة مرتدة يقطع تاني إبراهيموبيتش إبراهيموبيتش يروح لبرة على طول ميركل غير رايو بيلعب بتاعه علي شوية النهاردة إبراهيم ممكن النهاردة الإهلاوي يخليه يدفع التمن إن شاء الله لو سجل تاني حسن على الإبراهيم نفسه مفتوحا حسن أبو عالي شوف الزلتان وده فيه يا الهربيض وده بره وده الشرق وده الشرق إبراهيموبيتش وده جامد جدا إبراهيموبيتش والحتان أخلاق مش كويسة منك يا الزلتان إنزار تاني ويطرت ده ده إنزار تاني ويطرت شوفوا الده فيه أنا ربيض حسن هو حسن أدك يا راجل هو حسن أدك ده يدوبك قدل بلا داعي خالص الاحتكاك بلا داعي خالص النهاية اللي مش كويسة ده إبراه ودي هنا العقل الجميل ودي إبراه واعتراض على إبراهيموبيتش طبعا فكورة بقوله ما تتكلمش خالص بلا داعي ودي أحد اللاعبين يتدخلوا أو أحد المشجعين أيضا يتدخلوا عندما يصطدم إبراه بلاعب حسن علي إبراه إبراهيموبيتش طبعا ماتشي ماتشي جميل جدا مبرحلو ودي إبراهيموبيتش هو من وجه التنظر طبعا حاجة عادية جدا الإطالي الكبير أجواء ما أحلاها أجواء ما أرواها أجواء ما أفضلها من خلال هذا اللقاء اللقاء الحية اللي استمتعنا به من خلال تواجد جميل على كل المستويات نجوم الميلان والكابتن الكبير أمبروسيني هو من يحمل كأس التحدي التشالنج كاب وينر هو فريق الميلان فريق الميلان بالتأكيد من دخول اللقاء